أبو تخيل جاب قصة أمه جعلها في جنات النعيم حية وميتة وبنأخذ من كل واحدة منكم قصة واحدة عن أمه تفضل يا أبو صالح هذا قبل أكثر من عشر سنوات الوالدة موجودة بين العيال وبين الأحفاد وعلومنا طيبة والوالدة سبحان الله العظيم تخدمنا تخدمنا على كل الأمور متوفرة ولا على نقاصر لكن دائم سبحان الله تلقط كل شيء مثل الفطور لأنه جاء وقت الفطور وجاء وقت سبحان الله العظيم الإسراف بالطعام لا يمكن تسرف به لأنه حبة جاء يوم من الأيام كنا حنا حوالي خمس بيوت نزلنا سوى جينا من منزال ثاني ونزلنا سوى جيران عمرنا هذا بحي الخليج عندنا عادة لأنه منه جهر مضان انت زهب وانت زين ونرب الدلال كان من أول الزمزميات هذه ما نعتبرها شيء كنا نرب الدلال هذا الرمضان دائما أشبه عندي أنا يعني أنا ما تفاخر بشي ذا لكن هذا المعتمد قمت لو الله فيها واحد يرب الدلال لخيمة بالطريق وديها حوالي خمس دلال فيها صغيرات وفيها كبار وبعدين حسويات يعني الطقم هذا غالي ولا يوجد يمكن أنا أخذه من شاي بلنا مبطي الله يرحم المسلمين وربيتهم وجهزتهم بشنطة هنو المحماس والنجر والمبرد المبرد هذا إيه برد سبحان الله القهوة لا تحترك إيه جهزتهم حطيتهم بالشنطة وخليتها جاهزة عندنا مجهن سبير ونبي نقلط علشان الجيران يفترون عندنا حطيتها شنطة قريب ما دخل مستودع يبالله يوم منه جاء يقولنا الليلة هل ظهر صيام أو بكرة وأنا أسحب الشنطة أبدخلها داخل أبدخلها بالمشب هذا كان وقت مضي يجينا يجينا رمضان بالبرد عود سبحان الله إيه بي أطلع من القيض للبرد صادق قربت الشنطة يوم أني قربتها وأذع ومن بكرة أنه صيام وأنا أجي أدورها بحطها بالمشب بحطها بالمجلس الشنطة اختبت تورت الشنطة داخل أيمين إيسار مريت العيال ومريت البنات ومريت هل أهل الشنطة حكت الدلالة الزينة هاللي جيبتها من بره خشب ومقمره وزينة من عينها آخر ما هنا الواده كانت مريضة وعلى كرسي الله دائما نوديها المستشفى ونجيبها ونوديها لكن عندها أخلاق عالية سبحان الله العظيم السلام عليكم لو أنها مريضة ما تقولنا مريضة أي والله كانت تعبانة جدا تورتها يا من عينها يا من عينها بكرة أصيام ويبنوا يفترون الرجل عندنا يا رب والله ما خلعت لها محن نشدت العيال والبنات وكل شيء والله ما أدريت الله بزاوية على كرسية وتضحك يا رب يغفر لها يا رب يعفو عنها يا رب يعفو عنها جهز امتناتها الله يغفر لنا ولها وجميع أمهاتك أمهات المسلمين عندها خبر يا أمه ما عينت يا الشنطة حطيتها بس يبدأ دخلها بالمجلس يا رب يعفو عنها الزابلة الفطور عندنا وقه هو تر يجيل قالت يا وليدي والله ما أدري المرها الثاني أو الثالث يا وليدي تسمح لي قلت يا وليدي مسموحة يا بادي اسمح لي وش اللي صار أبيت بس تذلي أني عليها قالت يوم أنك جبتها بالليل ذليت يا وليدي أنها تقطع قلبك وسحبتها وطلعتها بالشارع والله هذا اللي عليها الله يشهدون بالأيال وكل شي مرضانة على كرسية شفت وتعبانة ويا الله يعتبونا ذالت أنها تعورك ذالت أنها تعور أنا يا رب يعفو عنها شي عظيم وهي على السرير على السرير ولا تنزل لا لازم أنها تنزل لكن حاولت وراحت إلى الشنطة الشنطة والله يا الله يجروا ناذني يا رب يعفو عنها ولله كل أبو هو تسحبها وتسحبها لين طلعتها مع الباب وحطتها بشارع وذلك الأيام كم كان عمرها تقريبا والله بالتسعين اللهم أعفو عنها أم نايف ولا لا ألا أم نايف اللهم أعفو عن أم نايف يا رب وجميع أمهات شاكرا شاكرا الله يعفو عنها يا أبو صالح أي بالله يا أمه ونطلعت إيها أنا بندورها قالت ما سبك تسمحلي قبل كل شيء تسمحلي قلت والله أنا سبك تسمحلي بدأ للدلال الدلال هو طقم غالي جاي من الحسيس واله سبع تلاف الطقم نادر نادر مات القزي مات القزي الله أي بالله يا أمه ونحطيت إيها حطتها بشارع لها كل وهي قالت والله يا وليدانا أجهز رائحة وأنت أبو العائلة وذلت أنك ينقطع قلبك ولا شيء يا ربي يا حيب وسحبتها الحالي حتى ما علمت أحد وحطه وجهة رجال وخذها ليه أنا بلل بلل مربوبات جاهزات كل أبوها حتى أن فيها نجري بغدادي لا دقيتها ما يحتاج عزم جيراننا سبحان الله سبحان الله راحت راحت اليوم والليلة والله يغفر لنا ولهم أمهاتكم تجري معجزات واجد آمين وتجبتها مرة والله يغفر المسلمين جميعا يا رب الأمهات غيري أخواني ونبا كذلك والوالدين كذلك والجار الحق سبحان الله العظيم لا تنسون يجزاك خير يا أبو صالح الشيخ أحمد عطره ما أوقف مع والدتك حيّة ولا ميتها أنا صار واحدة حيّة ولا ميتها الله يمتع بها حيّة الله يمتع بها حيّة الله يمتع بها حيّة ونحيّة ونحيّة قبل الكبار قبل أنه السرعيان كذا جاء ماشي الخط ماشي 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 في جي جي جي